الحقيقة لعب سابق في أحد الأندية متعودين منه على تصريحات غريبة هو عنده برنامج إزاعي ولكنه خرج بواحد من أغرب التصريحات اللي ممكن تسمحها في حياتك يقولك إيه؟ كابتن سال عبد الحفيز مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي قال إن الكونفيدرالية أقوى من دولي الأبطال الإفريقي سنة 2013 والأهلي ساعتها يعني عشان كان بيلعب في البطولة الكونفيدرالية طب ليه قال كده؟ عشان يقول إن بطولة الدولي هو ليه الشخص ده أو الكابتن ده قال ليه كده؟ عشان يقول إن بطولة الدولي الأفريقي لكرة القدم ضعيفة وإعلانية فقط هي أضعف البطولات الأفريقية طيب واحدة واحدة الحلقة اسمها أو هذه الفقرة اسمها فقرة بالعقل على الرغم من الكلام اللي بيتقال ده هو بعيد عن العقل والمنطق والواقع تماما يعني لكن ليه؟ أولا أنت عندك تمام فرق هم أفضل تمام فرق في القارة تصنيفا صح ولا أنا بقول كلام غلط؟ هل الكلام اللي أنا بقوله ده غلط؟ طيب واحدة واحدة بالعقل سنة 2013 الأهلي كان بطلا بطل دولي أبطال إفريقيا وليس كونفدرالية ده أولا حاجة للمعرفة والعلم يعني اللي عايز يتكلم في حاجة يا جماعة دايما بيبقى فاهم الكلام وعارف وبيتكلم فيه طيب متى توجى النادي الأهلي بالبطولة الكلفدرالية؟ توجى النادي الأهلي بالبطولة الكلفدرالية سنة 2014 ولم يكن الكابتن سيد عبد الحفيز مديرة للكرة وقتها كان مدير الكرة وقت هذه البطولة كان كابتن واق الجمعة كم كذبت كذبت في المعلومة اللي اتقالت؟ طيب حضرتك عايز تقول إن الدولي الأفريقي بطولة ضعيفة قول ما على فكرة قول يا جماعة الدولي الأفريقي بطولة ضعيفة لأن النادي الأهلي بيلعت فيها والنادي الأهلي وأنت عايز تقول كده صح؟ هي الحاجات دي بتبقى على الهوى أو المزاج أنا بحس بكده لأنه لأنه بطولة بيشارك فيها أفضل ثمن فرق في أفريقي هل دي بطولة ضعيفة؟ طيب لو النادي اللي بتشجعه بيشارك في هذه البطولة هتبقى قوية؟ ولا لأ؟ طيب أنا عارف ما هو لأن أنت مستبعد منها أو مش عارف توصلها وليس لك حق المشاركة فهتقول إنها ضعيفة والكونفدرالية قدها مئة مرة ودولة الأبطال قدها خبسمائة مرة ولكن العيب إنك تستخف بعقول المجتمعين والمشاهدين وتقول معلومات غير صحيحة وتصريحات من وحي الخيال طيب دي نصيحة هذا الكلام يقل منك ومن مصدقيتك على فكرة التليفون هو مش معاي التليفون ممكن تفتح التليفون وتكتب سنة 2013 تكتب إيه سنة 2013 هل استطاع النادي الأهلي أن يفوز بدوري بالبطولة الكونفدرالية حيقولك لأ الدوري أن النادي الأهلي يفوز بالبطولة الكونفدرالية سنة 2014 طيب أدي أول معلومة غلط معلومة تانية مع إنه سهل جدا 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 إن أنت تفتح وتشوف وتقرأ يعني اسمها إيه؟ أخذ الكلام ده كوبي وبست وحطه قدامي قراء طيب برضو على جوجل برضو ممكن تعمل كده تكتب إيه؟ من كان مديرا للكرة سنة 2014 وقت فوز النادي الأهلي بالبطولة الكونفدرالية هكتب لك إيه؟ الكابتن والجمعة كان مديرا فنيا وليس كابتن أهمش هكتب لك وليس كابتن سيد عبد الحفيز يعني ولكن أنا بقول لك من عندي وليس كابتن سيد عبد الحفيز اللي كان مديرا فنيا للبطولة الكونفدرالية عندما فاز النادي الأهلي بالبطولة الكونفدرالية عايز تقول إن الدوري الأفريقي وحش أو ضعيف قول قول يا جماعة الدوري الأفريقي ضعيف وده أضعف بطولة على رغم من أنها فيها أفضل تمن فرق على مستوى التصنيف ولكن هي بطولة ضعيفة لكن زي ما قلت ما ينفعش تستخف بعقول المشاهدين والمستمعين وتقول أي تصريحات من أي كلام في أي تصريحات ويتقال إنها إن مثل هذه التصريحات اتقالت من مدير الكرة في الأهلي وقتها اللي أصلا ما كانش موجود ولا هو أي كلام وخلاص أي كلام بيتقال على رأيي لو تفتكروا في فيلم الناظر الفنان الكبير الروحي لحسن حسني بس على الله محدش ينخرب ورانا وأي كلام بيتقال وفيه ناس بتصدق الحقيقة لكن لو الكلام اتقال صح وحد فضل وراء مثل هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الإعلاميين والموزيجيين هيحصل إيه؟ هتجد أن هناك أخطاء كثيرة جدا جدا بتحدث في هذا الأمر إحنا ما عندناش ذاكرة السمكة بالمناسبة وعيب قوي أن يتم الترويج لكلام مغلوط من خلال برنامج إزاعي ما ينفعش اللي بيحصل ما ينفعش اللي بيحصل لإنه هو كلام غير صحيح عارف لو الكلام مصبوط هنسكتوا نقول مثلا أو هنرد على الكلام أو كذا أو كذا ولكن هو كلام غير صحيح معلومتين خاطئتين في نفس التوقيت وفي نفس البرنامج محدش هيبص زي مع الروح الحسن حسني قال على الله محدش الاخرى بورانا هذا هو الموضوع من الأول للآخر يعني فأنا تمنى إن شاء الله إن كل الأمور الناس تاخد بالها حتى يا جماعة والله العظيم ما فيش أسهل من أنت يبقى عندك جوجل على تليفونك هتاخد منه كل حاجة وكل المعلومات بتبقى غالباً غالباً 90% أو 99% منها هي معلومات صحيحة ترجمة نانسي قنقر